وتنضم إلينا من بيروت مراسلة الغد ليلة خليل أهلا بك ليلة على ما يبدو أن جورج قرداحي رفض دعوة ميقاتي وبالتالي رفض تقديم استقالته هل من تطورات جديدة ليلة صحيح حتى هذه الساعة يرفض وزير الأعلام تقديم استقالته لبل هناك أطراف تدعم عدم استقالته كحزب الله حلف تيار المردة وتيار المردة الذي تعود مرجعية الوزير قرداحي إلى حزب المردة الذي يرفض الاستقالة وهذا ما تم إعلانه منذ يوم الأول لبدء هذا التوتر بين المملكة ولبنان بأن الوزير وزير الأعلام يرفض الاستقالة لبل يريد أن يكون هناك ضمانات بأن استقالته يريد ضمانات من المملكة بأن استقالته ستحل هذه الأزمة وإذا لم يكن هناك من ضمانات ولم تحل استقالته هذا التوتر فإنه سيبقى على موقفه هذا هو الموقف الحاصل الكل اليوم يترقب ما يعرف بالمبادرة القطرية هناك مبادرة من المفترض أن تقوم بها قطر ولكن في الأيام والأسبوع المقبل ستحاول التواصل مع المملكة العربية السعودية لحل أزمة هذا أو لحل أزمة الأزمة مع لبنان ولكن حتى هذه الساعة الحكومة اللبنانية هي غير قادرة على الاجتماع ووزير الأعلام يرفض الاستقالة في زحمة كل هذه الأزمات التي يمر بها لبنان تم اليوم كف يد القاضي طارق بطار عن قضية تفجير مرفأ بيروت كيف تتبلور الصورة؟ هل ربما من رد فعل من اللبنانيين حتى الآن؟ بداية أود أن أوضح مسألة منا لم يتم كف يد القاضي طارق البطار ما جرى اليوم هو وقف كل التحقيق في قضية الانفجار ريثما يتم البد في هذه الدعوة التي قدمها الوزير السابق يوسف بنيانوس إذن لم يتم كف يده إنما جمد التحقيق إلى حين بدت محكمة الاستئناف في بيروت هذا الأمر وإلى حين الاستئناف أو إلى حين البدت بهذه الدعوة فأن القاضي بطار لا يمكنه استجواب أي من الشخصيات التي ادعى عليها وبعض الأوساط القضائية تقول بأن هذه الدعوة تأتي لغرض عدم استجواب القاضي بطار الأسبوع المقبل بداية الأسبوع المقبل هناك دعوة أو هناك موعد جلسة لاستجواب الوزير السابق غازي زعيتر ومن المفترض إلى حين بدت محكمة الاستئناف في بيروت بهذه الدعوة سيتم تطيير الجلسة ولن تعقد جلسة الاستجواب إذن لم يتم كف بعد يد القاضي بطار وللتذكير بأن هذه المحكمة بالتحديد محكمة الاستئناف في بيروت رفع فيها دعوة سابقة هي ليست الدعوة الأولى إنما في وقت سابق في الأسبوع السابقة رفع النائب علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر والنائب نهاد المشنوق أيضا دعوة لكف يد القاضي بطار ولكنها رفضت شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلة الغد ليلى خليل شكرا شكرا